اشتركوا في القناة بخير فخلينا نبدأ في شرحنا اليوم للترانسفور طبعا للترانسفور في قائمة فيعني للناس الجداد بتكون في بداية اللعبة ما رح تطلع لك الهي قائمة لازم تقطع من الباور شوي عشان تظهر عندك هاي القوائم فخلينا نفوت مثلا على الترانسفور ونشوف ايش فيها مثلا قوائم او شو اللي موجود فيها رح تلاقي فيها كروت كروت يعني عندك هون كرت سلاح كرت فاس كرت ديفندر كرت سيف وفاس مسدسات سنايبر يعني عبارة عن كروت تحويل هاي كروت التحويل ايش ممكن تستفيد منها رح تستفيد منها في ثلاث شغلات خلينا نورجيكم الثلاث شغلات الممكن نستفيد منها وكثير ناس ممكن يعاني منها فاول شغلة عندنا ممكن نستفيد منها الملفات الصفرة اوكي ملفات الصفرة زورو انا محتاج الملفات الصفرة كيف ممكن اني اجيبها بكثرة اذا حاليا راح نورجيكم كيف ممكن اجيب الملفات الصفرة الملفات الافخاخ كمان برضو اذا انت كنت محتاجها برضو راح تعرفها مع هذا الشرح وكمان برضو الاسلحة اذا كنت محتاجها مع هذا الشرح راح تعرف يعني كمان كيف تحصلها طبعا بالترانسفورم راح تحتاج لشغلة ويسة او شغلة رئيسية يعني اللي هي صور البيبول للتحويل راح يطلب منك صور بيبول زائد في بعض الشغلات راح يطلب منك اللي هو نقاط الريسيرش نقاط الريسيرش اللي بتجينا اللي هو مع تجميع الوقت اللي هي هاي النقاط الريسيرش اللي بتجينا مع الوقت او مع التجميع نقعد نوخذها فخلينا نروح على الترانسفورم بالبداية اكيد كلياتكم دائما بكون محتاج الملفات الصفرة طيب زوروا انا محتاج ملفات صفرة في البداية يا شباب خلينا نورجيكم دائما عند كل واحد اشترى لعبة نسخة عادية ذهبية مخفية الا ما يكون عندك هذا الكرت اللي اسمه سيرفايفر ترانسفورم اللي هو سيماتيك رير الكرت الازرق فحاليا مطلوب مننا هون نقاط وهون لما نطبق النقاط راح نقدر نعمل الترانسفورم فهون عنا صور البيبول حاليا صور البيبول وحدي لكن خلينا نشوفه نكمل فخلينا ننزل هون عنا على الهيرو دائما انا بخلي عندي الهيرو الاخضر الخضر ما بكسرهم دائما بجميحهم فأسه هاي الشغلة راح نبهكم عليها فهون بده 30 نقطة عشان يتحول لي لسيرفايفر ازرق طبعا انا الاخضر اذا كسرته ما راح يعطيني ملف اصفر فانا كسبت بالهيرو الاخضر سيرفايفر ازرق وملف اصفر اكس بي سيرفايفر ورجع لي من هون الاكس بي الهيرو اللي على الشخصية اللي بدنا نحولها زايد انه هون خصم 25 كرت بيبل يعني كروت البيبل واذا كانت بفولة عندك ومش عارف تعمل شو فيها روح حول اللي هو لسيرفايفرات زرق وكسر وخذ الملفات الصفرة فعلى طول نجي نعمل ترانسفور تحول عنا لسيرفايفر ازرق وكذلك الامر هاي الكرت يعني هو بيظل عندك هذا ما بروح منرد نرجع مثلا ما بدنا ما بدنا هيرو ومثلا نروح على الاسلحة لكي طبعا انا من النوع اللي ما بكسر يا جماعة الخير ما بكسر ابدا بتلاقيني يعني هاي هون حطيت سلاحين طبقت الثلاثين راح اخذ خمس ياخذ مني 25 كرت بيبل زايد راح يرجع لي 800 اكس بي اللي هو استيماتيك ترانسفور كمان كرت يعني يكسر عندي ملفين صفر ولما كسرهم اصلا سيرفايفر الازرق راح يجيني منهم اكس بي سيرفايفر فيعني الشغلة لما تحرك مخك فيها راح تستفيد منها كثير فخلينا ما انا اجي اكسرهم 1500 سيرفايفر اكس بي راح يجيني منهم زايد ملفين صفر طيب اوكي طبعا اهم شي يا شباب طبعا ببدايات اللعبة هذا الشي ما بتقدر تعمله اللي هو تجميع خلينا نحكي الملفات او البطاقات تبعتك ما بتقدر تجمحها في بدايات اللعبة لكن بعد ما الستوريج يصير عندك مثلا كويس وفي مجال انك تشيل في مخططات حاول دائما لا تكسر ولا اشيء خليهن معاك يعني وقت ما انت تعتاز او مثلا قفل عندك القفل بتروح بتكسر وبتشيل الاشياء المش مهمة فهيكا تعرفنا على اللي هو الملفات الصفرة فخلينا نروح نرجع على الهون ونشوف البيبل صور البيبل اذا خلصتها يا زورو كيف ممكن اجيبها بكل بساطة بتروح على الماب بتروح على مهمات انقاذ السيرفايفور فاي مهمة انقاذ سيرفايفور راح تعطيك كروت بيبل بنسبة كثير جدا ممتازة يعني ما راح تنقطع منها او بتفوت من خلال المهمات اي سيرفايفور بوجهك بتنقذه فامورك بتكون مية مية وما في يعني ما بتتغلب ابدا فخلينا نرجع على الترانسفورم طبعا الترانسفورم عنا اسلحة ذهبية عنا ابك عنا ازرق عنا اخضر بالترانسفورم بالتحويل جميع انواع الاشياء فهون عنا اللي هو بدنا مثلا محتاجين افخاخ اوكي الفخ بده 93 والله الفخ باخد اشياء كثير او بده اشياء كثير لانت تطبق الشروط اللي بده اياها فهينا حطينا هون هيرو اخضر لسه عطانا 32 وانا بده 93 فمرد نعطيه كمان هيرو اخضر ف64 من 63 هذا الفخ بالنسبة اذا انت بدك مثلا ملفات افخاخ فاكيد اكيد يعني بدايات اللعبة انا وانت وغيري انا احتجت ملفات اسلحة احتجت ملفات افخاخ دائما كلياتنا منحتاج او منتعرض لهذا الشيء فحطينا فهون ثلاثة هيرو خضر طبق لي 93 بالضبط فلما نيجي هون راح يخطص مني 25 ريسيرش بوينت ريسيرش بوينت قلنا لكم اه في البدايات هاي يعني اوكي رقم بسيط جدا 25 لكن اذا انت بالبدايات اللعبة صرت تعمل ترانسفورم اللي هو التحويلات على نقاط البوينت او ريسيرش بوينت عندك ممكن تعمل عندك تأخير بسيط لكن ما بنصح فيها في البدايات على الافخاخ يعني اعتمد على السيرفايفر الازرق لكن هاي الطريقة وحبينا نوضح لكم اياها عشان اذا انت مش عارف كيف تجيب او محتاج ملفين او ثلاثة وبدك تجيبهم يعني فهاي الطريقة راح توضح لك وتسهل لك اموره فبنيجي نعمل اللي هو الترانسفورم اوكي شلنا فعلى طول ايجانا فخ لو الشوق على طول هيك بكون اخذنا طبعا موجود عندي انا عملت له ترانسفورم فخ موجود عندي عليه واحد لما يكون عليه رقم واحد هذا المرة واحدة بيتصنع وبيروح اون عندي عدي عشر بطاقات اللي هو رشاشات ذهبية فا اوكي فهسا حاليا وضحنا امور السيرفايفور اللي هو الملفات الصفراء وضحنا امور الافخاخ اللي هو الملف الاخضر اذا انا احتجت الافخاخ طيب اوكي حلو هسا اذا انا محتاج ملفات اسلحة طبعا ملفات الاسلحة ما اتوقع انه في حدا بيحتاجها لانه يعني مش دايما او يعني ما بعرف دايما بتفتح لمات وبتكسر وبتجيبها لانه انا زي ما انتم شايفين 3400 يعني معاي فاتوقع لكل نفسي يعني نفس حالتي اللي هو انه بقدر اتجيبها فخلينا نروح او نرجع الترانسفورم راح نحول من المخططات الذهبية واحد فهونا بطلب مني 500 يعني 500 بطلب مني عدد كبير فمننزل على اللي هو الهيرو الازرق فاحنا منحط الهيرو الازرق فاتنين فاشوف هل انا بقدر اكمل 500 ولا ما بقدر فاوكي حاليا لما فللنا القائمة ما طبقت الشروط ما راح يعطيني الترانسفورم طبعا راح ياخذ 200 ريسيرش بوينت 200 ريسيرش بوينت راح ياخذ مني وعنده لازم تنتبه بين التحولات الذهبية والسيرفايفرات تنتبه بين ريسيرش وبيبول اوكي انا مش مطبق الشروط فعلى طول منروح ومنطلع لفوق منشير هذا مثلا منحط بداله هذا اوكي 400 بمئتين فاكيد انا حطبق الشروط لخمسمية ايك 500 بالزبط فحاليا اخذ مني اربعة اللي هو هيرو ازرق زائد هيرو ابك فطبقت النقاط المطلوب مني اللي هي 500 500 فهونا راح اكس بي هيرو خمس الاف وخمسمية والترانيك مانيول راح يرجع لي ملفاتي عشان تكون عارف ثمانية الترانيك مانيول اللي هي الملفات صفرة راح ترجع لي يعني مش انه راحت على الفاضي لا راح يرجعوا ليها زمان كانت تروح عليك على الفاضي مع التحديثات صار يرجعوا لك اياها فدائما دائما لعب الا الاحداث اولا قدام بتصير احسن واحسن فحاليا كل علينا اللي هو نعمل الترانسفورم اوكي خلينا نشوف شو السلاح الذهبي الراح يجينا هنتر كيلر يعني رشاش زي العسل يعني اوكي هنتر كيلر رمضان كريم هنتر كيلر اه فايك يعني اتوقع امورها واضحة عندنا سيوف سيرفايفر سنايبر يعني وضحنا امور الترانسفورم كاملة او بشكل عام للترانسفورم هيك واضح للكل فيكنوا نوصل لنهاية مقطعنا اتمنى لكم تكونوا استفدتم واستمتعتوا لا تنسى اللايك لا تنسى الكوميت واذا حابين تدعمونا في كود الايتم شوب حبيبنا لا تنسوا دائما دعمنا اذا انت حاب تدعمنا في كود الايتم شوب زور صفرين اكس تسعين طبعا هذا الكود كل 14 يوم بروح من عندكم فاذا حابين تدعمونا لا تنسوا هذا الكود شكرا لكل واحد بيدعمنا او رمضان كريم واكيد انتو اكرم مع رمضان في تسجيل هذا الكود يعطيكم الف الف عافية اشتركوا في القناة